بسم الله الرحمن الرحيم سأشرح اليوم خدعة فيلم ماتريكس التي هي خطوطه خطوط التي بشكل عمودي تأتي بسرعة تيم سأشرح لكم الآن نذهب إلى ميديو جنريتور سبع ذلك من برو تايب تايتلر نختار أمتي ونسحبها سأختار من كوليكشن هنا سكرول سكروا لاحظوا هذي كشيء لشباري سنصحوها إلى هنا طيب بعد ذلك سنقوم بتغيير الاسم أو أي شيء نريده نكتب أي شيء نريده مثلا أي شيء نريده مثلا نكتب I love إراك جيد and play الآن بعد ننتهي هنا نفعل على escape طيب في الماتريكس الخطوط تكون عمودية الكلمات يعني تكون عمودية وتنزل بسرعة طيب الآن ننتهينا إلى التشغيل لاحظوا الكلمات تأتي هكذا أي جملة بهذه السرعة طبعا يمكننا التحكم في سرعاتها من هنا وضعناها في الوسط تصبح سريعة أو أفا كلما كانت كانت هذه العبارات هنا مثلا كلما كانت هذا الخط line كلما كانت إلى الأسفل كلما كانت سرعة أكثر لاحظوا الآن سأجعلها تصبح سريعة تصبح سريعة لاحظوا هذه سرعتها طيب نجعلها عمودية أي الأحرف عمودية تصبح هنا نذهب إلى layout أو layout هنا vertical نعلم عليها فقط لاحظ أنها أصبح بشكل عمودية طيب سنجعلها بهذا الشكل هنا عمودية نأتي لهذا الخط الأحمر لاحظوا سأسحبه إلى الأعلى وثما أأتي لهذا الخط أيضا نضغط على لاحظوا سأبعدها أكثر لكي تصبح جيدة هنا طيب بعد أن ننتهي نضغط على escape ونأتي إلي إضافة خط آخر لاحظوا أيضا من collection scroll نسحبها إيضا إلى هنا ونحدد هذا الخيار طبعا نسمي أي شيء نريده مثلا أي شيء نريده طبعا الآن سأختار فقط أحرفا على لتعين طيب سنضغط escape بعد ذلك نسحبها ونجعلها بجنب الأولى طيب الآن هذه 2 ونستمر بالعملية هكذا طيب أنا كنت قد حفظت أو خزنت خط ماتريكس قاملته بيدي ومن ثم حفظته سأستخدمه مباشرة هنا خط ماتريكس لاحظه جعلته بهذا الشكل بسرعاتي متفاوتة طيب الآن سأغلغ هذه الآن ونلاحظه في الشاشة سأتكبرها قليلا جيد هنا سأقوم بتشغيله لاحظوا جعلتها بهذا الشكل هي ليس سيئة جدا ولكنها جيدة نوعما طيب الآن سأضيف ترايب جديد بعد ذلك أذهب إلى نويز تكشتر سأضيف اللون الأخضر سأجعله داخل الكلمات هذه طبعا سأذهب أولا إلى النار هذه النار مجرد جاهزة سأغير ألوانها فقط طيب هنا سأجعله بداية شفافة من هذا سأختار لون الأخضر هذا هو لون الأحمر يظهر هنا هذا هو لون الأحمر فبداية فقط سأجعله شفافة ببعض الأمور طيب الآن سأأتي إلى تنوينها باللون الأخضر نوعا ما نحاول أن لا نجعل الألوان غامقة جدا نوعا ما طيب جعلتها بهذا الشكل سأعدل عليها قليلا ولكن نحظة واحدة فقط سأنتهي من هذه ثم سأغلق وعثينا إلى التشغيل لا يحب الشيء طبعا سنذهب أيضا إلى ذين فان الخاص بالنار هذه هي جعلناها باللون الأخضر مثلا نذهب إلى ماذا نذهب إلى نمي طبعا للكي فريم سنحرك عليها نحركها قليلا ونغيرها طيب نأتي إلى نهاية الكي فريم double click نقطة هنا ومثلا سنغير في بعض الأمور مثلا هذه الأمور سنغيرها لاحظوا معي سأجعلها تبدو كأنها تحرك معها بهذا الشكل طيب لوقتين إلى التشغيل الآن لاحظوا سأجعل هذه تتحرك مع الحروف لكي تبدو كأنها من ضمنها طيب بعد أن أنتهي أغلق ومن ثم أذهب وأجعل هذين التراكين متراوطاني معا بضغط على هذا الزر ميكم بساكين تتحرك طيب أصبحوا الآن متراوطين بعد ذلك أذهب إلى كامبسايتينج مود وأجعلها ملتي ماسك لكي يصبح لون الأخضر داخل الحروف كامبسايتينج مود نختار ملتي ماسك لاحظوا أصبحت داخل الحروف لأنه فطلا أليها الآن لاحظوا كيف تصبح الآن طيب بعد ذلك سأضيف بعض التأثيرات مثل تأثير الغلو طبعا سألتها بلا VideoFX بعد ذلك نختارها طبعا لا أكتئاب من هنا واجهو صوبة فيها سألتها بلا الخط هنا من هنا من هنا نقضي بالفترة بالسوني غلايند والسوني غلو طبعا إما نحدد عليها نحدد مرتين من ثم نضغط على Add لاحظوا هنا قد وضيفتها من ثم نضغط على OK طيب في البداية سنذهب إلى الغلو سنعدل عليها قليلا طبعا سأجعل هذه 91 هذه 91 الثانية 200 و 120 هنا هكذا طيب سأغيرها قليلا لأنها تبدو الشاحبة أو لا تظهر بشكل جيد بشكل جيد سنعدل عليها من الجانب الآخر جيد هذا هنا هذا بلا blind ثم سنعدل عليها طبعا هكذا سنجعلها أنتم فقط يجعلوها كما ترون طبعا نحن نعطي فقط الفكرة كيف سنجعل هذه ال روب كأنها كما في matrix سنجعلها هنا طيب قد يحبوا بعض الأشخاص يضيفوا gross and blue blur نضيفه أيضا طيب سنجعلها الآن لحظة سنجعل هذه طبعا تنوقي ال red ومن ثم نجعل الأولى horizontal range 4 و vertical range 5 سنغلق ونرع نتيجة لاحظوا نتيجة هنا طبعا هو ليس لا يبدو جيدا ولكن على العموم فقط عرفنا كيف يستخدم أهم شي الفكرة نوصيلها إليكم شكرا لكم وتمنى أن تكونوا قد سفتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر